وفتوى الممثل السينمائي والمصرحي القدير حاج اسماعيل محمد صغير في أمريكا انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم الاثنين الممثل السينمائي والمصرحي القدير حاج اسماعيل محمد صغير بالولايات المتحدة الأمريكية عن عمر نهز 89 عاما بعد رحلة فنية ثارية وحسب ما أفد به رئيس الجمعية الفنية السينمائية أضواء ربيع عمر فإن فقيد المصرح والفن الجزائري توفي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال تواجده في زيارة لعائلته المقيمة هناك حيث لم يتمكن من العودة إلى أرض الوطن ويعتبر الفنان المخضر حاج اسماعيل من بين الفنانين الأوائل الذين أقاموا الأسس الأولى للفن الرابع بالجزائر وهو من موليد 1932 بقسنطينة وكانت بدايته مع هوات فرقة ألف ليلة وليلة المصرحية من أمثال العموشي وشريف شعيب وقدم الفقيد مع توفيق خزندار مصرحية بعنوان الطيور المفترسة في الخمسينيات وتم تعينه سنة 1972 مديرا لمصرح قسنطينة لمدة ستة أشهر وبعد استقالته قدم حصص إذاعية وشارك في أفلام جزائرية وعدة نشاطات ثقافية وفنية عديدة وفي سنة 1978 عاد إلى قسنطينة وعين مرة أخرى كمدير لمصرحها حيث بقي ستة عشر سنة وخلال هذه الفترة الشارك في مصرحية الرفض قام بإخراجها في سنة 1982 بالإضافة إلى مصرحية الصخرة سنة 1983 ومصرحية أخرى وشارك الفنان القدير حد سماعيل محمد صغير في عدة أفلام على غرار معركة الجزائر وريح الأوراس ووقائع السنوات والصورة الأخيرة للمخرج محمد الأخضر حامينة ودورية نحو الشرق للراحل عمار العسكري ومغامرات بطل لمرزاق علواش والانتحار لمصطفى بديع وصرخة حجر لبقرموح وأطفال نوفمبر لموسى حدد كما أبدع من خلال مصرحية الحياة مجرد منام وورود حمراء لي وإيفان إيفانوفيش لنظيم حكمة وأخرجها مصطفى كاتب مندخيات الأم كرار لبترولت بريخت وغيرها من الأعمال الفنية إن لله وإن إليه رجعون